3-2-1 كلمات متقاطعة مع عبير بوليلا كلمات متقاطعة هي لعبة فكرية ذهنية من خلال كلمات المتقاطعة كل مرة نتعرف على كلمة في بودكاست كلمات متقاطعة من خلال الكلمة بيش نبحره في عديد المجالات وعديد المواضيع مع ضيوفنا ضيوفنا اليوم هو فنان ملتزم عرف بمصاحبته للغيتارة ياسر جرادي أهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا شكرا على استضافة إن التقديم مقصيرا مما بخلاف القتارة أنت ساعة خريج فنون تشكيلية أنت نحعت بالأساس أنت كذلك مختص في الفن والخط العربي أنت ولد الجامعة التونسية سينمايين الهويت والجامعة التونسية النوادي السينما برشا مجالات ديما في الفن ديما في الفن هو ليوناردو دافنشي يذكر بالخير يقول العمل الفني لا يجب أن يكون قائما على الطبيعة بل على القوانين الطبيعي والفنون الكلها تصيرها نفس القوانين الطبيعي يعني وقت لجيبش تكتب مسرحية طريقة أعدادها كيف يشتبت البداية والجوار والخات مغيرها هي بيدها كيجيبش تكتب غني هي بيدها كيجيبش تعمل منحوتها يعني نفس القوانين الكل نفس المراحل فما رابط ما بين التعبيرات الفنية ياسر في العادة كل إنسان تقريبا أغلبية الناس كان قلولهم قدم روحك يمشي مباشرة للمهنة اللي يمتهينا ياسر جرادي من الشخصيات هذي ومن الأشخاص اللي تعتبر أنك ياسر جرادي هو الفنان وإلا ياسر جرادي هو الإنسان في علاقاته مع الآخر في ممكن أغرام ومجالات بعيدة على الفن أما تلقى فيها الهوية متاعك تمثلك عندك علاقة بها وين تفضل أنه نقدمه فانيه بانيه صفة أنا مخلوق كائن يعني كائن بشري نحاول في هل المسار التي تسمى الحياة أني أقترب أقصى ما يمكن من الإنسان أو من الإنسان من الإنسان إذا باختصار يعني التعريف ياسر جرادي فنان ينجم يحدد من الإنسانية متاعك هو الفنان وسيلة أو الفن عموما وسيلة من الوسائل اللي يقربوني أكثر من قيامة الإنسانية من الإنسان اللي في وسطه يعني هو نجم يقول لكم ما هوش هدف في حد ذاته هو وسيلة باش نقترب بها ككائن لقيت روحي في هالمسار في الحياة نتأمن شوف عطيني الخالق أحسيس عطيني مخ نفكر بيه وعطيني روح فمن خلال هالتشكيلة هذية نتعى الحاجات اللي عندي نحاول أقصى من نجم أني أقترب من الإنسان اللي فيه وأنا متأكد اللي الخالق اخلقنا لهذا السبب يعني خلقنا برشة حاجات تخلينا نقرب منهم وأهمهم المحبة خلقنا المحبة للأسف أنا مرة قريت جملة للكاتب الإيرلندي جورج بيرنرشو تخوف ما هي الجملة يقول فيها فيما معناه يعني بالدرجة يقول فيما ناس يتولدوا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يحبوا لولا أنهم سمعوا قصصا عن الحب يعني كانوا مقرأوا وش رواية ولا جارهم حكايلهم قصة الحب انتاعوا ولا في فيلم ولا في غناية ويتفطنوش اللي يفهموا حاجة اسمها حب تخيل يعبير إنساني تولد ويعيش ويموت غير ما يعرف المحبة في المطلق المطلق محبة الجمال اللي يخلق هنا الخالق اللي يدير بنا يعني شيء مو خيف هذك عليش أنا في واحد من عروض انتاعي ياسمه ياسر محبة نبدأها بالجملة هذي ونقول اللي نحكي فيه قصة حب عشتها قصة من قصص الحب اللي عشتها نقول اللي معنا العرض عملتو بلكش واحد منكم من الحاضرين واحد بركة ولا واحدة مستحق أنو يسمع قصة حب بش هو بيدي بالحب خلينا نكونوا واقعين ياسر في في المجتمع اللي قاعدين نشوفيه قدش نسبة لأشخاص هذو اللي تحب تقول لهم وتنبههم على أنو المحبة يزمك تعيشها في الحياة نسبة كبيرة ولا صغيرة والله ما نعرف هذه يزمها أنت في تعاملك هو أنت في واحد من المجتمع واحد من الناس هو الأكيد أنو تونس ماهش استقناء نحن نحن في معناها إطار عالمي أو كوني فما أزمة من أخلاق أكيد تنشوفوا الحروب التي قاعدة تصير وتنشوفوا المشاكل يعني دول كما أمريكا تنشوفوا الحروب فما أزمة أخلاق هذا أكيد خاصة زادة من خلال ما يسمى بالمجتمع الاستهلاكي يعني أنت تتصور أنو إنسان بمخه وعالم على درجة من العلم عنده عمل استخراج النفط مثلا وهو يعرف اللي النفط هذا كان مضر بالبيئة مضر بصغار وبأحفاده اللي ربما ما يخلطوش على بيئة سليمة ومع ذلك يستثمر ويصد دول ما هي دول في التصنيع وفي واحد تدمر في هالكون هذي ويجوهم دول أخرين متضررين كما إحنا تونس من إش دولة مصنعة إحنا قاعدين يعني يجي علينا الضرر من الدول هذو ويصيروا مؤتمرات على أنهم مثلا يأما يكفوا من الصناعة ولا يغيروا أسلوبه ولا يدفعوا فلوس للدول ويرفضوا هذي هي أزمة أخلاق يعني المسألة أكبر من تونس في مسألة عالمية فما أزمة أخلاق فما حاجة قيمة فني قيمة إنسانية يعني ممكن هي الأسمن هي المحبة ما هيش واخذينها على محمل جد منش عطي قيمتها اللي تستهل زيدة الهنة مو هي هو الكون هو الإنسان هو الخير والشر دائما الثنائية بين الخير والشر مش نهزك ونبدأ معاك مع اللعبة لكلمات المتقاضعة أنا كل مرة في مع ضيوفي فما شكون يستهويه وهو يكون نلعبها قبل وثما شكون اللي ما هوش معاها برشا ما يحاول يشتهد أما اللفت أنو يشتهد بشيطالي للإجابة هي في حد ذات وإن أنت صار بالنسبال أنو عمل مجهود وركز معايا نسبال مدام والحديث في المستوى ذا الشكل ما هي منيش معناها عطيني الحديث يكون في هالمستوى ذا يكون بناء بالكش اللي يتفرج فينا يستفاد وهذا الهدف هو هو هذا الهدف أنا نبحث على كلمة أطلوب منك أنك تظلحها الكلمة تتكون من سبع حروف هي مش بعيدة عليك في الفضاء هذي اللي نحن نصوره فيه هاي هاي هي آلة موسيقية صوتية وتارية تضرب فيها السلاسل بواسطة المطارق وتعزف بس تخدم لوحة المفاتح بيانو 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 اللي هي اختصال كلمة بيانو فورت آه عذي ما نعرفهش بيانو فورت خلينا بيانو فورت بيانو فورت هي كلمة نصور إيطالية معنى فورتي لازم المصطلحات نتعلم الموسيقى الكلاسيكية الرقا واللين هي المعنى بيانو فورتي بيانو فورتي هاي هيدا الاختصار أنا عليش مشيت للبيانو على خاطر آآ فما غنية تعني لك برشا يظهر لي لبيانو هو اللي عملت آآ تحويل وجهة فكرية حيح حيح لياسر جراتي حسية أكثر حسية آآ أنا مولود في جيبس وللأسف في وقت اللي كنت صغير في جيبس ما كانوش فما برشا إمكانيات للأطفال ولا اليافعين أنهم يقربوا من الفنون بأي طريقة فكنت نلعب في الكورة لأنو ذاك المتاح كنت عنا بطحة كنا نلعب في الكورة والكورة للأسف إذا ما يتكونش مصاحبة كبل حد الأدنى من الثقافة من الضوء من نجمة تهز للعنف والتعصد فالحقيقة كنت متعصب للفريق من تاعي وهو الملعب الجيبسي وكنت كي نخسره مثلا نضرب الجمهور اللي تاع الفريق المنفس بالحجر كنت متعصب وكنت عنيف يعني رغم طول النعناعي رغم الجسم كنت متعصب وكنت عنيف لأنه ما فهماش لحد الأدنى من الضوء ومن الوعي ومن الحس حتى عامت البعك وقت في سنة 19 سنة وستاذة الإنجليزية يذكرها بالخير ونشكرها ولو أني عندي سنوات ما قابلتهاش ومحتمل هي ما فيبالهاش بالحكاية فيبالهاش بالزلزال اللي أحد ثبت وفيقة وقتها جابتنا جابة راديو كاسيت يعني هي كانت شابة وقتها وكانت تعمل أكثر من مطلوب منها لأنها كانت حب خدمتها فجابتنا راديو كاسيت وقالتنا باش نسمعكم أغنيان تعفنين إنجليزي وانا وقتها يعني بقيت تعصب هذاك ونصلي طريقة تعصب كيف نمشي للجامعة ونار الجامعة يبدأ الإمام يدي على الكفار يبدأنا نقول أمين وبالنسبة لي هذوكم الأشرار الكبار وفي وقت اللي قلت لنا راو باش ناسمعكم غنية انت عوحد إنجليزي شديت القرد شو نقولها مدامة ذيرا وكفر أحكم تعليم معنية عاد بديت الغنية بيانو أول مرة نسمع بيانو واحد يعني أنك بل ما كانش عندي اهتمام بالموسيقى يعني حتى لسن 19 سنين يعبير عمري لعملت حركة مش تسمع بيانو متعرفوش ما نعرفوش احنا في العروسات نتاعنا فهم المزود وفهم الطابلة وفهم اللي هم آلات يعني مع احترام مليهم بطبيعة لكن ما عندهم مش صداة عندي لداخل إن المسألة ما مسكش ما يمسوني يعني يدخل في العادي في الروتيني اليومي أكثر من هكا يدخل في تركيبة اللي خلقها بيك الخالق الخالق العظم أنه كل واحد عنده حاجات عندها صداة عنده مختلفين على بعض فهمة إنسان ينجم يقعد يقدم البحر سوايع ما يقلقش وفهمة واحد ينجم يبقى في القهوة وفلحس ويلعب في الديمين سوايع وما يقلقش عاد وقت اللي سمعت البيانو أول مرة في حياتي نسمع صوت البيانو وحده كان يعني من حيث الشكل كان فهمة حاجة غريبة يعني هكا كاني انتبهت أكثر وبعد بدأ الكلام تعال الغنائي الغنائي اسمه imagine جون لينان يدعو فيها جون لينان يكتبها قائد مجموعة البيتلز يدعونا عنه نتخيلوا معاه اللي لحظة واحدة نتخيلوا قال لي العالم هذية ما فيش حدود ما فيش جنسيات ما فيش أعراق ما فيش ديانات وأنه مش أسباب تخليك تنجم ضقتل ولا تموت بالضبط وأنه الموجود هذي كان تعال نسكول ما فيش ملكية يا عبيل تخيل ما فيش ملكية فالحقيقة الغنائي يعني أربكتني أربكتني يعني أول مرة نسمع غنائي وتخلي نفكر الأغاني الأخرين نسمع فيهم في العرس ولا نسمع ولا نغني فيهم في استاد الجامعية أغاني وكهوة يعني كما الكاس المه هذية طرحة تساؤلات تساؤلات من الغنائية بالضبط يعني وبقدت معايا يجي جامعة يعني أعيد النظر في برشة حاجات يعني أنا وقتها مشيت شريت كاسات ولا لا ما عنديش ما عنديش رديك كاسات وقتها بزلت في البعك يعني لكن مثلا الأسبوع اللي بعد ومشيتش نصالي في الجامعة ومشيتش للإمام ذكي خطر فهمت اللي الإمام مش فهم الراجل اللي كتب الكلمات هذيك أنت على الغنائية أنا متأكد اللي هو فهم ربي وقريب لربي أكتر من الإمام هذك اللي يغرس فيك التعصب بتاعتبر لا لأنه مش فهم وانت صغير وقتها زادة معنيها كل شي تاخده كما هو بالضبط لأنه عبير لا يكفي أنه إنسان يجي يقرأ القرآن كيف ما هو مش يولي فهم يوسف صديق يقول كلمة عظيمة جدا يقول القرآن هو الكون كله إذا ما عندكش الحد الأدنى من العلم في برشا مجالات في خصوص الكون وشي اللي صعب متجارب مش تفهم القرآن صعب صعب عليك إذا ما عندكش الحد الأدنى متجارب إذا ما طلعتش للجبل ما خرجش للبحر ما زرعتش وشفت النبدة تطلع ما كيفش نجم تفهم القرآن نجم تفهم لأنه ربي في كل هذا ربي موجود في كل شي يعني الخالق موجود دير بينك مش موج في الكتاب هذا فقط ف دخلت بعضي بالرسمي يعني بدت أول مرة يدهولي في حياتي نبدأ نفكر كنت نفكر في مساء التعرياضيات والفيزياء وغيرها كنت ندرسي في شعبة علمية وانت شعبة علمية ما قرناش فلسفة ما قرناش هذاك خلى الأمر متأخر يعني خلى لين جيت قصة لانجني وجبتنا الغنية باش أنا أنا بدا نفكر ويعني أما القدر زيدة جيبها لك هاي ما ممكن القدر يجيب لك حاجة في وقت معين باش غيرت المسار خليت الباك الساعة فهمت اللي الغنية مسألة جدية جدا غنية في أربعة قاية نذكروا الغنية هذيكا معناها بعد عشرة سنين وصني فتكا أكثر غنية مبيعا في بريطانيا هي التوف في العالم الأكثر الأغاني اللي تتعاوى تتغنى ووقتها صارت يعني يرجع يعني كيف ما قلت لك في الغنية يقول تخيل ما في مش ديانات وهو في انجلتيرا وكنيسة وناس معناها محافظين محافظين عملوا عليه حملة لكن الغنية ربحت لأنه هو يقصد كيقول الدين يقصد المتدينين مش الدين في حد ذاته المتدين متعصب ممارسة للدين وطريقة تدخله في حياة ناس لاخرين هو الإشكال مش الدين في حد ذاته لأنه النص هو إلهي لكن القراءة إنسانية الإنسان ناقص يعني مهوش كامل كيما القالب المهم وهو يقول عليها يقول لغنية ربحت لأنها مغلفة بالسكر لأنا حاجة بنينا يقصد يعني بالبيانو بالضبط وكلمات سهلة هذيك المعادلة اللي لوجوا عليها الفنانين في العصور الكل وفم اللي هنية سمحت لكيسر خطر بش نربط موجودة فيها غنيك خنيك كلمتها سهلة معناها فخر ليه معناها اللي يشد أغانيك ما يلقى سهلة ما تمس شبك نسيتين هي هذي المعادلة كما قلت لك يبحثوا عليها الفنانين عبر العصور كيفاش تقول كلام بسيط لكنه يكون عميق يكون اشتف هذي المعادلة الصعبة مش سهلة مهي السهلة هذا كسر النجاح الغنية هذي وهو يقول عليها وقتها يقول مهيش غنية هي منفستو من أجل السلام كتبها عام سبعين وقت الحرب الباردة وقت المجتمع الاستهلاكي بداي يطحن في الإنسان ويحط في الآلة فوقه يعني فم حركة وفم صيحة فزاعة لها البشرية هذي مش يقول لهم فيقو على الروح كمرا والإنسان جبل كل شي ولا فاكنت منفستو من أجل الإنسانية أكثر منها غنية يعني هذي عليش أنا بعد عوام وحتى نزيد نفهم شوية حاجات وكل نعود نرجع لقيمة لغنية هذي نقول ما هوش صدفة أنها أثرت فيها لدرجة هذي يعني وقتها التلميذ المفاهم مش فاهم برش حاجات لكن رغم ذلك كان عندها صداع كبير في روح هو صحيح تلميذ ما كانش فاهم أما مزيل خام صحيح صحيح مزيل خام عادية يخو نجم يخو وفما بذور فما واحد تأثر فيه وفمش كون اللي ما تأثر فيه ممكن تأثر فيهم بعض صحيح صحيح ما فمش سيناريو واحد مشيت للبوزار مشيت للبوزار من الغنية هذيك شرط الغنية هذيك مشيت للبوزار مشيت للبوزار العام لول مزيل ما نشفين بالقدي نجحت اللي قلو اللي أعمل نعم والعام الثاني بديت نتمرد لأني بديت نقراك بديت ننشيخ على المسألة تكتشف معنا ما نهم اللي اكتشف وكيف ما قلتلك تكتشف حاجة أخرى مهمة أنه فاناني كما حكيت لك مثلا عيليوناردو دافنشي نحش قريب لي ويشبه لي في حاجات وصديقي وبابا وقويا وفانان آخر في فرنسا رودان أحات والآخر في أمريكا جون كيج فتفهم إلي أني تنتمي العالة أكبر برشا من اللي كنت تخيل أكبر من الحوم بتكفي قابس أكبر من قابس بكلها أكبر من تونس بكلها أكبر من أفريقيا من العالم العربي تنتمي للإنسانية هذي الشيء من أجمل الاكتشافات ولا من أجمل الحاجات اللي تعلمتهم في معهد الفن الجميل أنك تعرف اللي أنتي تنتمي العالة كبرى اسمها الإنسانية والفن التشكيلي كذلك مدارسو متعدة وفي نفس الوقت يوثق لمراحل فكرية في العالم الكل الفنون التشكيلية هي الباس هي الأساس متاع ويتعرف مراحل في الفن من قديمة زمام الكلاسيكي لكل كوران اللي جاوة مبعث وكذلك فما نقاط هي الباز بتاع السينما تلقاوا الموسيقى قريبة كذلك الفنون هذي الكل متشابكة أما الفن التشكيلي هو الأساس المسرح كذلك الدكور الشخصيات أو الشخص اللي نلقاوا كذلك في الفن التشكيلي أما مشيتش للرسم الفن التشكيلي للألوين مشيت للنحت الفن التشكيلي من أهم الفنون علاش لأنه يكرس فينا حاجة فطرية وهي التواصل الإنسان البداي من ستين ألف سنة علاش يجي في الكهوف ويصور كيفاش بشي يصطاد في المموت وكيفاش لأنه في حاجة أنه يحكي أنه يتواصل مع الآخر بعد اللي قالها ابن خلدون الإنسان المدنيين بالطبع يعني أننا نتواصلوا مع بعضنا بالطرق مختلفة منها خاصة نفهم تشكيلي حاجة أساسية للتوازن حاجة أساسية بشتقربنا للإنسان اللي فينا حاجة أساسية بشتغذي فينا حب الجمال والاستمتاع بالجمال بالطبيعة وهي طريقة بالضبط طريقة من طرق العبادة من ذفري أنك أنت تتأمل في شجرة مزيانة وكأنك تتأمل في عظمة الخالق وأنك تشكر فيه في البحر ولا في الصحرة ولا غيرها ولا غيرها فالفنون التشكيلية يعني كانت أول مرة في حياتي نشد ورقة بيضة وتبدأ أنت عندك الإمكانيات لكل أنك تعمل فيها حاجة حاجات وفجأة تحولها إلى حاجة حية كنت ميتة ورقة بيضة وفي حاجة شاي حكيت أنت فيها حكاية بطريقة معينة فابعت فيها الروح وهذه خاصية ما خاصية الخالق يعني الإنسان لما يقترب من الخالق من خلال إمكانية أنه يبث الحياة في أشياء مش بطريقة كما إحنا بالطبيعة لكن هذا كيف كيف نوع من الشكر نوع من العبادة نوع من القرب لهذا الخالق الجميل ففجأة تحس اللي ولت عندك إمكانية أنك تبع ثروف في حاجات في الحجار حاجرة مطايشة ميتة وأنتي بديت تنحت بشوية بشوية تعاودت قولها وإنبيك عملت منها حاجة تتكلم الفن التشكيلي نعرف والبوزار هي مدرسة كذلك نضم أهم الفنانين التشكيليين والمفكرين يعني كله مربوط ببعضه علاقتك مع الإطار المكاني وقتها شكونهم الأشخاص والفنانين اللي أثروا في يسر جرادي ولا عملك كيما الأستاذك عملتلك بالغنية عملك هو زيدة هكت رجة صغيرة في الفن التشكيلي برشا منه برشا ممكن أكثر من عشرة لكن الأهم هو كيف ما قلتلك العملاو نجحت خطر ما نعرف شي اللي قلولي عملنا العم ثاني بديت نتمرد و بديت نفكر و بديت في حاجة اللي أحكي عليها نية شي سميها قتل الأب يعني الأستاذ هذي اللي تعلمت منه حاجات آية جاي وقته و بديت و بديت نقلو معنويا بطبيعة بش نتجاوز و نتمرد بش نتمرد فعودت سنة ثانية عودت سنة ثالثة و عودت سنة الرابعة عملت سبعة سنوات في معمل فرور جميلة و كنت في غاية السعادة ما عندك شموش خرجت من منطق النجاح و كنت كنكمل القرارة روح ما بقاش نستنى وقت اللي يبعثوا لي هم ورقة الأعداد بعد شهر و نعرف روحي نجحت و لما نجحت و ماهيش إشكالية بالنسبة لي كانت الريهانات بالنسبة لي كيفاش نجم ندخل في شرعة جديد في الفكر يعني كل مرة نكتشف اثنية جديدة حتى لنبعد وليت نحب نعمل اثنية جديدة نتا عينا ما تعملوش حتى ما عملوش حتى حتى واحد حبيش تقود معناها داخلك الفضاء هذيك فقط للدراسة و بيش تنجح و تخرج و كأنه لابوراتوار ما أخبر ليك أكثر من لابوراتوار كأني قاعدنا تولد غادي كل شي كل شي تعلمت نحبه غادي بدنا بالفنون التشكيلية ثم السينيما كلا عنا نادي تع سينيما و يجون تفرجوا في الفليم و ناقشوا أهم الفرجة تع الفيلم هو نقاش لأنه أحيانا الفيلم يكون مجرد أحكي لي على القاعدة اللولة ياسر اللي جاي من قابس و من الكورة معني و بداي هاكي يكتشف العالم النقاش الأول بتاع الفليم إتي كيفاش كنت في وسطهم النقاش الأول السيدي كنت أنا عندي صديق يقرأ هان سمع مارية لأنه وقت مثرية ببارشة العملية كنا ندخلوا معهم للدروس نتاحهم نحذروا معهم امتحانات و هما كيف كيف و نصبحوا لصباح نحذروا معهم لما كات عاد عندي صديق كنا نجيما مع بعضنا في رحلة التمرد هذي والأسلة و نجيبوا في الأسلة و نبشوا و نفكروا في المدينة العربي دخلنا اكتشفنا مكان بالصدفة اسمه الفضاء الثقافي طار حداد حاجة جميلة و كان كدخلت الكهف كل حجر هو في الأصل كان استبل للحيوانات انتاع دار لسرم ثم تحول إلى نبدي ثقافي فيه طابع نسوي يعني يحمل أفكار طار حداد و غيره باي دخلنا نلخش ناعد داخل يحكيوا على السينما لش أورنا لحدشي قعدنا بعاد عليهم ما قعدنا نسمع و لش أورنا لحدشي حجبنا الحواء و ناس يتناقشوا كل شي كام أكمل للبعض قلنا نمش نية لحكاية هذي شكونا شكونا قمت قالوا أن احنا رانا نادي سينما ينتمي إلى الجامعة التونسية للسينما يلوات نحللوا أفلام سينماية ثم نمروا لي كتاب سيناريو ثم نمروا لي تصوير الأفلام القصيرة لكن في إطار يعني هاوي مش محترف قلنا لهم نجموا نخرتوا ما قالوا نا وبدأت رحلة وبدأت مغالي 20 سناء وبعد خطرهم مزوز مزوز جامعات الجامعة تونسية السينماية اللي هو هذا والجامعة تونسية ناودي سينما وهما فيس علامة التعريف صغير عليهم لأنهم ما هنش جامعات بالتعريف الكلاسيكي هما يتميوا إلى حركة دولية يسارية بالأساس تعاملت لمقارعة سينما هوليوود سينما رأس المال يعني يتتمدع على الاستوديو وعلى رأس المال المنتج هو اللي يحدد وفهموا اللي دورها خطير هوليوود وغيرها سينما رأس المال عموما لأنها تساهم في أنها تعدي البرباقاندا تحمد عراس المال من ثلاثينات هما بالضبط بالثلاثينات دوك جاءوا الأجزوز جامعات هذوما تعملوا وإحنا كنا من الدول السباقة لحلت يعني فروع للجامعة فرع الجامعة توسية للسينما الهوات وفرع الجامعة توسية النوادي السينما فكانوا هما يسموهم التوأم المهرجين في فاك في قليبيا المهرجين دولي الفيلم الهوات في قليبيا كي نبدو بش ناقش الأفلام ونمشي أنا بزلت ما نعرفش حتى تايع سينما أما عنجي كل ندفاع وكل الحب التمرض نحطي في كل شيء نجيبش نهاز زيدي نوس كبار موجودين مخرجي ساعات نريبوزيد وغير من نوس في الأخر نهاز زيدي وميقول واك هاوكا منا نروح وننغلي باك الفكرة اللي ما ما خرجتش نجي الحاسة اللي نبعثها نهاز زيدي ملا وندخلها بعضها ونعرك ونحكي في عشرين حاجة نقول لا إذا مني نظم أموري بشوى بشوى نكتب ستة سبع نقاط نجي نحكي في ستة سبع نقاط كيف كيف دخلها بعضها لين ولد نحكي في نقطة واحدة نقطة واحدة بالقداء خير من نحكي في ستة وسبع نقاط وتعلمت ناخذ ثقة في روحي ونقف قدام الجمع ونتكلم ونعبر على العفكار وهذه حاجة مهمة جدا ما تتعلميش في حتى جامعة هذه تعلمتها في الجامعة تونسية نوادي سيمواء وجامعة تونسية لسيموان لهوات فتحريرك وتعطيك ثقة في روحك في أنك مدامك فاكرتك ممنى بها مداما ما فيهاش إخلال حتى حد ما فيهاش يعني لا سبلا حا تشايم ما فاهم حا تشايم لأنا كتقولها بالعكس يلزم كتقولها حتى كما تقولها توقت لك راي تخند تبقى في وسطك وحتى لو كان تعطي نقطة ولا ملاحظة ومش في بلاستها تتعلم منها بالذبط وغدوة تولي تعرفها وتولي تج وهذا كهي وهكي الكف بين الظفرين يتاكلوك كيف تقول حاجة غالطة ويصلحوك وتخرج حاشم على الرح مهم جدا هذاك هذاك اللي خليك تبني أكثر والمرأس جاية خمم مرتين قبل ما تخرج كلمة مهم جدا جدا يعني شيء اللي تعلمته غادي في يعني بالنسبة لي دخولي لمأهد الفرن الجميلة هو ولادة جديدة عبارة تولت من جديد تعلمت كيفاش نحب تعلمت كيفاش نستسيغ الجمال لأنها مش حاجة سهلة عبير أكيد مش حاجة سهلة أنه نجم ونهزوا راسنا الفوق ونشوفه طرف صحاب طريب صحاب ضربة فيه شمس من جهة معاينة ويعملك فيه ألوان كل دقيقة يتبدل اللون كل يذكر روح الخالق موجود فينا مش حاجة سهلة مش حاجة سهلة لأنها ما تطلبش فلوس لأن هذا المجتمع الاستهلاكي للأسف علمنا اللي على قد ما تبدأ السوم اللي بيش تدفعه غالي على قد ركنتي بيش تربع حاجة كبيرة على قد الفنين اللي بيش تدخله تسكرا نتاعه غالية على قد روحه هو عظيم جدا وقتل هي لا أبدا مش غادي الحكاية الحكاية في في جيهة أخرى تماما الموسيقى كما قلنا حاضرة في الفنون التشكيلية في الفن بصفاء عامة قطيت تحكي على الطبيعة وقديش طبيعة عندها موسيقات مختلفة ومتنوعة بالضبط ياسر جرادي تسمع لشكون فهمنا النجم وقوله الفكرة اللي حركتك موسيقيا أنه المعنى والكلمة البسيطة الصعيبة اللي تمسر روح غادي لكن أكيد فما موسيقات خطر أحنا متنوعين ومختلفين ومتعدين وين أكثر ياسر اللي هو بيدو يغني توا بتقولنا نحكيوه على الغناء ولونجاجمون بتاع الموسيقى بالنسبة ليك لكن لش كنت اسمع ياسر كيفش بديت هكا تدخل لك الموسيقى شوي بشوي بديت نسمع في الأغاني اللي تعتمد على النص لشانسان يعني الأغاني اللي النص انتهى فيه معنى لأنه فما نوعين من الأغاني فما أغنية فيها حكاية يعني تسمحها تسمح حكاية وفما أغنية تعترفيه تسمحها بش تشتح وما ما يش خايب زوز لزمين هما فما واحدة أهم من الأخرى بالنسبة لي فما أغنية اللي فيها كلمة فيها فكرة فيها لكروا حتى الموسيقى الأخرى مهمة مهمة أنه الإنسان يسمح حاجة بشي ترفحة حتى ساعة منافو مش كلمات نشحه شوي فبديت بالأغاني ما يسمى بالشانسون على تكست يعني من البيتلز مشيت جاك بريل لغنية فرنسية جورج براسنس مشيت بوب ديلان عملنا نوخر أكثر مشيت ودي غاثري اللي هو الأب الروحين بوب ديلان ودي غاثري هذي عاش في الأربعين كان كاتب في الغيتارة أمريكاني عاش في مني في الغيتارة وكان كاتب هذي الآلة تقتل الفاشستية وبطبيعة أنت في قلب الرأسمالية غديك عملوا له تعتيم إعلامي يعني أغاني متعدوش الراجل كاتب أكثر من ألف غناية كان يهز غيتارته ويمشي يغني في الحقول خطر بالنسبة لي الفلاحة عندهم الحق مش يسمى الموسيقى يمشي للمصانع يمشي في الترينوات هو من بلاد لبلاد فعملوا عليه تعتيم إعلامي كبير لذلك أغانيه ما يعرفوها مش عابلت أكثر من ألف غناية لكنه ومات مقهور مت مريض يعني بالحصرة مات صغير لكن أنجب جيل كامل من الفنانين الأمريكيين الملتزمين منهم بوب ديلان جون بايس جوني كاش وغيرهم برش يعني قدمت حاول أنت في بالك كيف تشد الشخص تكر عليه وتقتلوا الأفكار وتمشي تتعدد وهناك كما صاير حاليا في المقاومة الفلسطينية يعني الجيس الصهيوني ماشي في بالو الوقت اللي قيبت القادة رعوا بشيق ذي على حركة المقاومة هي فكر يمرر يمشي جيل وراجل ويبدو أكثر إسرار ويبدو أكثر ف ودي قثر بهذا بالنسبة لي كان يعني من الناس اللي ألهموني عغانين في مشاعيرية خارق العاد نذكر 2013 مشيت لأمريكا بدعوة من مهرجان لأنه بالنسبة لهم أنا متأثر بالأغنية الملتزمة الأمريكية ليه حاجة صحيحة وكيفاش الأثر هذي سافر اقطاع المحيط الأطلسي ومشي شارك بجزء بسيط في الربيع العربي فمشيت غنيت في جامعة يعني مش مهرجان كبير وقت اللي جيت بشي غاني غنيت عبودي غاثري وقلت لهم فهمة فنان أمريكي عاش كده كده اسم غاثري فمش كون يعرفوا اللي هنا قاعة فيها موقر 500 مغير مبالغة مكن 60 70 يعرفوه الكبار في العمر الشباب ما عرفوش الغنية موجودة لانا وقعت ونتذكر انا ذكر وقت اللي أوباما وقع انتخابه في الليلة التكريم جاء بروس برينغستين اللي هو واحد من الفنانين الملتزمين اللي تأثرب ودي غاثري وجاب فنان كان وقلي هو صغير عاشر ودي غاثري لمدة صغيرة اسمه بيت سيغر عمره 91 سنة وقت اللي جاءت كبير معنا توفته جابوا وغنوا واحدة من اشهر اغانية ودي غاثري اللي اسمها this land is your land this land is my land ارض هذي راي ارضك واماها راي ارضي زادة من اجمل اغانية اللي كتبهم وتغنات قدام منزوز ملايين بشر وقت هذي كان انا وقت نبكي لانو اخيرا واقع الاعتراف بهالفنان هذي اللي مات قلتلك مات في السبيطار المهابلة مات مقهور يعني اخيرا واقع الاعتراف به وتكريم والله نبكي يعني انتي تونسي فيه جيمش تتفرج في التلفزة وليتبكي على واحد امريكاني مات لخمس ناف فمش اشتراك في الانسانية بالضبط هذيك العائلة اللي نحكي لك عليها العائلة ينو عامي ولا خالي بالضبط واحد من عائلتي واحد من عائلتي فهمنا المدرسة اللي في التونسي في التونسي خطرتون زدت عاشت اكيد اكيد انا بعد ما بديت نكتشف في الاغنية انا عليش خستن مشيت للغربي عليش وانا في ساحة معرفة الجميلة نلقى سادي عازفة جتار قربت له دايرين به شوية هاك الطلبة اول مرة نشوف عازفة جتار من المسافة هذه شفت من قريب من مسافة الصفر اه فاا كيف كيف الصداء والفينومان بيدو كيفاش واحد شاة ترفلوح وفيه شوية خيوط ويعمل في حركات دقيقة بصوابعه وخارج سحر سحر خارج تعلق لالجتار صوت القتienst فما انت وكيفاش تتعاطى مع كل ايلا فما الجيتار انا يمس يهب لك يدخلك في يا سيدي جيتني البورس انا وقت البورس انتانه اربعين دينار في شهر يعطيونا بالشهري ايه جيتني بورس ثمانين دينار شيتشرت الجيتارة بسبعين دينار عطيت ماجي معتين وبعتها خاطر ما بخاولي عشر الاف من جمشي كامل دينار وخسرت فيها فلوس بطبيعة وبعد مدة دبرت خدمة هك عاد شريت جيتارة فلما امشيت اكثر في الغربي وكحتى نتسائل روانا توا شكون شكون تونسي وعربي وشبيني نغني بالانجلي ونغني بالفرانسي ونغني ما لقيتش حاجاتي في الغيتار يشبهولي في الشي اللي نعمل فيه حتى نهار مشيت نغني في الكمبوس نلقي جملة مكتوبة في الحيط جملة وكنا السيد اللي كتبها كتبها لي وانا في كل حيرة الوجودية انا اشكره وكيفاش باهك باش نكتب غنيات كيفاش نكتبهم لي الشاعر مختار لغماني الشاعر اللي غادرنا هو صغير شاعر عظيم يقول فيها كن عربيا فيما تشعر كن عربيا فيما تكتب لكن لا تنسى بأن العالم أرحب قوي وكأنها إجابة بالنسبة لي رأى ومسالش بالجيتارة بالنمط الغربي اكتب بالعربي أما كنا عربيا حافظ على عوضتك بأن العالم حاشت بيك باللون تاعك شنو أنا بش نضيف لهذا العالم إذا نغني بالانجليزية ولا بالفرنسا حاشتو بيه بلوني طبيعي بيش تخلقها كتنوع وذيك أو الثراء الضبط وهم حتى وقت اللي وقع اقتراح مسألة العولمة في التسعينات وقع استثناء العنصر الثقافي لأنه إذا نعاولموا الثقافة تخايد شعوب كل نفس الالات الموسيقية نفس في التصوير الشمشي في السينما في الوحي النقطة كتنوع اللي هو روح الروح الكون هاي نوع كتنوع ذاك أكثر اللي فيه فوقتها قلت إذا مني نكتب بالجتارة ونكتب وبدأت نسمع شنو الكتابة اللولى اللي كتبتها الكتابة موضوع فيه الكتابة اللولى جاءت جاءت زد كيف كيف من خلال حاد ثلاثين سابتمبر الفين نتفرج في التلفزة كيمة التوانسر كيمة العالم كل شوف في مشهد اغتيال طفل فلسطيني فيه حضرن ابوه محمد الدرة محمد الدرة يمشي هو ابوه في شارع صلاح الدين في غزة الجول واحد في وسط اطلاق النار تخبى ابوه وقال له ما تضربوش فما مصور صحو في فيرنسي صور الفيديو كامل حتى لين ماتت فضل فليلتها انا بالساذاجة اللي في وقتها قلت سيييه فلسطيني مش تحرر تهو العالمة كان ما في بيلوش ها ولا في بيلوش ها ولا في بيلوش سيدي شايد وعالم عادي وكرا بتمشي ومستخدامها فما فامتش يعني اه وجعتك وجعتني وما فامتش فما حاجة من داخل كينات حاب تخرج فما حاجة تفرد في روح عليك هذه يحكي عليها الفنان الروسي اللي خلق الفن التجريدي واسيلي كندنسكي يسمىها حاجة داخلية حاجة ضرورية بش تخرج زمها تشبه الولادة تشبه المراكي تولد كي بش تولد فما حاجة من داخل دصها كل شيء فكتبت حاجة أنا من الشاعر أما قوة الألم خلتني نكتب حاجة تسمى غناية مش غناية معجش المهم كنت في حاجة أني نداوي يروحي منك وهي بن ضفرين عملي هذيها الفناني كل عبر تاريخ حكاك الفناني يكتب ولا يصوروا بش تاوي يروحوا فما حسيس جيه باهية وخائبة وغيرها ذاتية ومبعد تخرج وكل واحد يتلقاها بالذاتية متعوهو كذلك نخرجوها فيها فكتبت حاجة بتبعا ما كنتش متأكد اللي هي غناية مع عمري اللي غنيتها بقيت وشهرها ما غنيتهاش جاي مرة يسهر بحلي صديق عروبي شوي هوا غنيتهالو غيو ولا يبكي كليتاش كول غنيه هذي بالدير جاي تحكي على فلسطين وقلت له غنيه هذي قال لي غنيه ماشي مصدق لي هي غنيه مش ساهلك الخطوة هذيك في انك انتي تعاود في اغاني تعناس خرين تستخيل روحك هذيك هو القدر تعك لك تقرم موسيقا لك متعلم من الجيتارة بالقدامة متعلم شوية حاجات وكهو بش تعملك الخطوة في انك انتي تولي تنجم تكتب تولي تنجم تجيب بين العدم وتحط في الممكن تخلق 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 والهناء نرجعوا الكلام اللي حكيناه من الاول على التشبه بالخالق في ان كيف كيف نخلق حاجات صغيرة بطبيعة ما قارنوهاش ب لكن حاجة جميلة جدا انك انتي تعمل حاجة وترى الاثر انتاحها عندنا شخري يعني كي تكتب انتي غنيه وتغنيه وتشوف راح تلك كي تذكرها طوى الغنية هي سرا اللي ذكرها الغنية هذي الغنية اسمها سكات قول لنا معلوم منها شوية وليد عنده حجرات وعسكر بالدبابات حكاية التوى موفقت في القدس بالدم وديان جريت العيون تتفرج فيه جت له ولده ما بين يديه نادى محمد يدرق ظلام الليل غط عينيه ووقت في الخر يقول مات الولد مات الولد يكلم فيه ما عادش فوقتها وخاصة وقت اللي زد تغنيتها اول مرة قدم جمهور وتحس الطاقة يعني تغني حاجة تحس الناس تفاعلوا معاها ما تفعلوش طبلوها حسوها كان احساس احساس جديد وكبير برشا انا كنتي قادر انك تحبر على الناس حاجة مهمة جدا يعني بدأت الرحلة بدأت من الغنية هذي كان في عام الفين بعد وليت كل وين نتقلق من حاجة نكتب كي كي الدواب بنسبة له وبعد بديت نكتشف في مجموعات عربية كيمشي خيمام ولا سيد درويش ولا غيرهم ومحلية كيمال حمام البيل بحث الموسيقي الهديقلة وغيرهم ويعني دورت 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 حول العالم بعد لقيت ناس طمع منهم في تونسي شغول كيف هم يشبهون على الانسان يغنوا لهجة تونسية بالإقاع التونسي زادة يغنوا مش فقط من أجل غناء لا يغنوا بش ينيروا بش يخلوا الناس يفكروا في اتجاهات جديدة بش يقلق هاي بش يقلق المستمع يخليه حير كيما يخرجوا ما كل الإطار اللي هو مرتاح فيه هو ويطرح عليه أسألة كيما عملت لي أنا الغنية قلقتني جمع راني ما شنية الحكاية اللي صارت شنية الحكاية كيفاش هكذا هذا هي دور الفنان أنه يربك يربك هكا المواطن العادية ذكر هنا توفيق بكار في تقديمه لحدث أبو هريرة يقول أبو هريرة خطر على طمأنانك أبو هريرة خطر على طمأنانك الفنان الأديب كان ما يقلقش يخليش المتلقي يشك وتلفت في جهات جديدة بش يكتشفت نية جديدة ما ما زلت ياسر توا بعد هال المعرفة بعد ادخلت في المجاله ما زلت فما ما يرجك ما زلت تكتشفه أكيد بول سيزان الرسام الفرنسي آخر نهار في حياته هو بش يموت مريض وهو يتلفق طل حل مش شباك وشاف قيل كيفاش الوردة هذية لونها فيولية علش نشوفها يتوى روز يتساعل آخر نهار نهار يمت فيه هذكا هو بريض ما زال يتحط هذكا تجينامو الحقيقي الموت الحقيقية بالنسبة الفنان ما هاش الموت السريري لا هي وقت اللي واللي ما عادش عنده القدرة أنه يتفاجأ جلال دين الرومي يقول باع الذكاء واشتري التساؤل التساؤل وحب أهم من الذكاء وما أدراك ما الذكاء يعني كان الفنان يفقد الشغف انت اكتشاف حاجات جديدة هذي كان الحياة بالضبط باستمر وتكون موجودة وتطرح أسألة وتكون مملة وروتينية ونعودوش نفس النهارات ونعودوش نفس النهارات وتتعاود وتكرر بلايش حتى شغف وبلايش أسألة وبلايش حلم وبلايش اكتشاف اللي يدور بك جميل ينجب يكون دي دي تاي طباصيل صغيرة تأثر فيك انا بش احنا حكينا على المسعدي على حدث ابو هريرة قال مش نقودو غاديك مش نطرح عليك اسم شعر وانتي تكتب يتألف من سبعة حروف هو لقي باب شعر العرب هو اللي قال أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صاممه ابو الطيب المتنبي من أروع ما أنت جتاتي الحضارة تسعين في المياه كمش أكهر من اللي كتب المتنبي كان ارتجالا ارتجال بش تعرف قدرة الراجل على السيطرة على الكلمات والتحكم فيها ويهزها ويقولها هو أناموا أناموا مل أجفوني عن شواردها ويسهروا الخلق جراها ويختصني أنا وانا راكد وهم جاييني والناس الأخرين يجريوا عليها بش يلقى في البلاغة وفي الصور وفي التنوع أنت على الصور لأنه فما برشا شعراء جزء كبير مشاعرهم يشبه البعض ونفس الصور تقريبا هو عنده قدرة على أنه يخلق حاجات جديدة كل مرة وصالحا إلى الآن الفترة هذية ومزال لأشعاره تتغنى وتقدم خممشي أنك تقدم أغاني بأشعار المتنبي أنا كانت لي تجربة معه عام 2003 مشيت لسويسرا بش نعمل ما يسمى بالإقامة الفنية الإقامة الفنية هذية عملوها مؤسسات عالمية للطلبة انتعلمون وقت اللي تخرجوا فترة من اللي تخرج فترة حارجة شوية ومش سهلة يعطوهم الإقامة الفنية هذية أنت تقدم مشروع الإقامة المعاينة وكان عجبهم مشروع يبعثوا لك يعطيوك بورس وكانت تسكن لكن عندك الإمكانية تتعدي فترة في بلد مختلفة في حضرة مختلفة انتش تفيدهم تفيدهم اللون اللي جيبوا وتستفيد من اللون فهيصير لك عملية إثراء مشيت لسويسرا بش نعمل مشروع تعفن الفيديو يعني قبلها كنت في القاهرة وشفت يعني الكم من تاع السكين في القاهرة والكم من تاع الامتلاء حاجة قاتلة يعني ما تنجمش تعيش فيها القاهرة كيفش يعيش وغادي ركبش تشق الكياس في القاهرة مو غامرة مو غامرة كراها بتجري في الستين في وصل البلد خير شرح ببورجيبة كراها بتجري في الستين حاصلوا يعني والبني فهكا جتني فكرة مشروع نحكي على الإنسان اللي خلق آلة اللي هي المدينة والتي هي اللي تحكم فيه فما كي مرا واحت مغادي وكتبتها وقدمتها بعثوا لي بشيت لسويسرا بشيت البيرن العاصمة بيرن بش فيه سكان البيرن وقتها مئة وعشرين ألف حومة وما في ماش بني عالي نتقى روح خارج الموضوع بيه أنا وقت هزيت معي ديوان المتنبي عاليش هزيتوا معاك؟ أنا خطر وقتها أنا قديمة فترات عندي في حياتي فما فترة ننفح بالشاعر هذي فما فترة ننفح بالسينمائي هذا فما المغني هذي نعيش معاه نعيش مثلاً أخر مرة اكتشفت غنية جديدة هبطتها في تليفوني ستاش النسخة ستاش وكي نخرج نعمل مارش ولا نعمل بسكليات تخير روحك تسمع في نفس الغنية ستاش هاوكو مش نفس النسخة كل مرة ما هي الغنية ديوان الغنية سيدي غنية جديمة تاع فنان أمريكي غريب جداً يعني خارج المنظومة بالكل اسمه بلايس فولي بلايس فولي هذي عايش متشرد معناه تقريباً ويضرب البونية جديمة ودير مات بالكارتوش فيه عركة لكن غلى موروث موسيقي حاجة من وراء العقل في الجمال مش معروف برشا كيف كيف برشا أغاني تقريباً نصف الأغاني تاحهم لقوهم مساجدين في كاساتات في كرابة يبات فيها هاو خرجوهم بعض هو عودولهم من السياحة المهم الغنية اسمه إفاي كود فلاي إفاي كود فلاي إفاي كود فلاي وبعد سجلت هبطة فيه ستاشن نصخة نعيش مع هككة كيف كيف متنبي وقت هانا في الفترة هزيتوا معايا لشوية سنة هزيتوا معايا قصبة وقته أول ما بديت نعمل في الخط العربي يعني نرجع لك شوي بالزمن وقت اللي تخرجت نحات نحب النحت على النخر كلي شافت لي تونس للأسف نحت ما عندهش مكانة كبيرة في تونس فوصبته بخيبة أمل وانا هكاكا فيك الشك كذاك بديت نمشي لمدينة العربي وبدأت لمدينة العربي تشبت فيها وبدأت هكا الحكاية انت على الجملة اللي قلت لك عليها كنا عربية في ما تشعر كنا عربية في ما تكتب لكننا تنسى بين العالم أرحب وبديت نعود في تشكيل حياتي الكل رجعت قريت الخط العربي يعني قريته في المعهد الفن الجميلة وما كانش مكنش متنبيه يعني بصفة كانت النحط واخذلي مركزت شمعة بالضبط رجعت قريت غادي وقت اللي همشيت لسويس هزيت معي القصبة مزلت كي راجع الخط من عرش عليه شرا ممكن المدينة كي ما قلت لك والنقوش وكل خلوني نرجع مزلت ما نفكرش نمشي بالفترة برشة هزيت معي القصبة وهزيت معي الموت كي لقيت روحي أنا مبطر بش نبدل الموضوع لأنه بيرن حومة فارة خميش حاجات ديت نمشي هكا في المراكز التقافية والمراكز التجارية وناخد هكا الوراق متاحه ونعملهم بالحبر ونكتب فوقهم شعر المتنبيه فعملت حاجة جديدة سميتها بعد أنا لتاوي نخدم عليها هنا الفن الشعبي معادل لي الفن الشعبي في معناه في الكتابة في الخطة الخط الشعبي الخط الشعبي اللي هو معادل الفن الشعبي البوبارت عند الغرب فأسحبوا الأفكار والمفاهيم اللي قريتهم على البوبارت على الخط العربي فعملت بوب كاليغرافي اللي هي كورون كامل اللي هو يمزج ما بين الحياة العامة والفن يقولها تحديدا يقولها جون كيج اللي هو واحد من أهم أقطاب البوبارت في أمريكا بدأ في انجلترا ثم تطور برشا في أمريكا جون كيج نو قول يقول غيوني غلاء والفن في حركة واحدة وما غير حتى هالدسكور ساعد وهي جت في السبعينيات التطور في نفس الهيمنة متاع وقتها الرأسمالية والعولمة وبدأ من غادي معنا الفنانين هذو ما قالك احنا ما نش مضطرين اننا نعملوا كيما يعملوا البرجوازية ونعملوا المعارض على ذوق البرجوازية هاي سيديه لانا تابش نجيب لك حية مجشر ومعمول هاكا ونكتب فيه واحد بالنسبة لي هذك فن لأنه تعبيره تعبيره ياخي اش اسمه كاندينسكي اللي خلق الفن التجريدي في 1910 واللي هي نقطة تحول عظيمة في تاريخ الفن يعني ريت من ستين ألف سنة اللي حكينا على الإنسان البداي وهو يصور حتى 1910 كان نفس المنطق نفس زاوية النظر الفنان ينتجوا فنا انتلاقا من الطبيعة جاي كاندينسكي 1910 هو يحضر في لوحة شايف الباليت احنا نقول اللوحة اللي خلط فيها في الألواء عجبته فعرضها هذك كانت أول لوحة الانتلاق تتاحها مش متطبيعة من الإنسان من الإنسان ويقولها بعد يقول تاشروج يعني لطخة لونية حامرة نجم تكون معبرة أكثر من وجه بشري فكيف كيف جاي وجمعات البوبارت قال لك يا أخويا احنا هذكا بنسبة لينا فن وقبلهم وقت اللي جاي مارسيل دوشان وعرض الريديمايد لولا هذي كان البيت الراحة احنا نقوله في قاعة العروض والطوة هي قاعدة ريفيرانس هما كانوا من لو اللي بديت معها ليداديست كان تمرد على نتكروا أنه هي حركة فنية بفكرية بالأساس زي ده صارت في فترة الاربعينيات بعد الحرب العالمية لولا وقت اللي جالوا هالإنسان هذاء احنا مش نقطعوا معاه مات الفن جالوا ما دام الإنسان ولا يقتل في الإنسان بالملايين ويسموها الحرب العالمية قال لك احنا ما نشبه الميش موجودة في البنتيور في الفن التشكيلي في السينيما وقتها في الأدب صدمة كبيرة على الفنانين عبروا على صدمة تاحهم من يعني الجشعة عن تاع الدول بطرق فنية فوصلوا حتى للبوب ارت وقت اللي مشيت لسويسرا وجيت روحي خارج الموضوع رجيت لك القصبة والمتنبي وبدأت نعمل فيه فعملت حاجة كنا بش نخرجوا كتاب يعني خدمت أنا خرجت على مشروع وخدمت وزم مشاريع خدمت معرن تاعي وقبلوه معني بطبيعة قبلوه لقى أنا من وقتها ماشي في نفس التمشي هذك والكتاب للأسف ما كملتاشي لأنه الوقت انتاع الإقامة وهو ما زال موفاش فروحت به معي قعد هكا تقريبا ثمانتاشن سنين حتى لين سفارت سويسرا حبت تعمل هكا إهداء للفنانين التوانسة اللي مشوهوا لسويسرا خاطر بين دفرين فيسعة فيسعة التجربة هذية بين سويسرا وتونس جيت إثرة تجربة عاشها الفنان السويسري بولكلي بولكلي هو من أعظم الفنانين تشكيلين في التاريخ الفن الحديث ما كانش رساب كانوا يسموهم دي دي مانش متان ولا حاجة كي من هكا لكن الناس مغربين شوين نهار لحد يخرج الكشوفالي ويصورك هاو مرض مرض نصحوا الطبيب أن يمشي لتونس قالوا فما بلا يسمو عينين فيه مهوا باهي وشمس جيل تونس فواقع في حب تونس وفي الأضواء انتاع تونس وأصبح فنانا على خاطر تونس فتعاملت هالحركة التبادل هذية كل عام فما مؤسسة سويسرية تبعث فنان سويسري لتونس وتبعث فنان تونسي لسويسرا بعد عشرين عام لمونا لكل بشي احتفلوا فعطيتهم الوراق اللي قابلوه فرحوا بيه مع الأخرهم واغلبيت الفنانين ما تباعوا أو لوحات انتاعهم هنا هذيك قعد قعد 18 سنين وبعد تعرضوا عملوا الواب فمن وقتها خذيت ها الثنية هذي هي مغامرة أنا والخط نحوشه هو نهز فيه في ثنية جديدة وبعض ساعة هو يهز بالضبط وهذه حاجة مهمة جدا الفنان يلزم يكون على درجة من التواضع مع حتى الأدوات اللي يخدم بيهم راه خطر هما يقولوا راه يتكلموا راهوا الوراق يتبع تحسنوا يجاوب مالشنو انت عملت حركة واستعملت لون لكن هو تجاوب مش نفس الوراق تجاوب نفس طريق يجب تكون عندك القدر على الاستماع لشي هذاك والحوار مع المادة هذيك مش تنجم تخلق حاجة فيها روح فالحقيقة من وقتها لتوى شيخ لتوى عندي برشا تجارب هكا المتنبى كان مصدر اللي خلى ثنية هذية متاع الخط الشعبي ياسر الجرادي تمشي فيهم واصلة فيها كنقلك لو يذكر الزيتون وغارسه لصار الزيتو دمعا محمود دارويش العدي هذي كذلك جملة كان عندها تأثير كبير على حياتي خاصة في علاقة بالحق الفلسطيني أنا سماني باب الله يرحمه ياسر على ياسر عرفان لأنه وقت لي كان شاب عام ثمانية وعبعين مشام على التوانسة اللي فزعت فلسطيني شاركوا في الحرب في مشكون دخلوا في مشكون منجمشو دخلوا في مشكون ماتوا في السحرة هو كان عنده الزهرة انه تخلق قذة تقريبا عام بغادي بعد وقت لي عارسوا جابنا سماني أنا الوحيد من إخواتي يسماني ياسر على ياسر عرفان وكان دي ما يحكيلي على القضية الفلسطينية وكان عنده برشة كانت فهمة مجلة كبيرة اسمها شؤون فلسطينية يجيب لي مش نقرة وأنا كنت نلعب في الكورة ما عندي حتى علاقة بعيد على الشي هذا بالنسبة لي فلسطين بعيدة حتى وقت لي خذيت الباك ودخلت للجامعة في أول إحياء ذكرى يوم الأرض طلبة من الاتحاد العام توسي للطلبة والاتحاد بزوز الاتحادات المهمة يحتفلوا بكتابة أشعار بتصعروا غيرهم نلقى الجملة هذه قبلتني الجملة لو يذكر الزيتون وغارسه ونصارى الزيت دمعا اللي فيها على زيتون فلسطين اللي غرسه عربي فلسطيني واليوم يجني في الزيت نتاعه يهودي إسرائيلي فالزيتون كانت تتذكر شكون غرسها بحجم الظلم اللي يعمل فيه هذا المحتل للفلسطينيين الزيت يولي دموع يعني صورة شعرية رهيبة قررني تذكر وقفت قدامها ممكن الشي اللي عاملوا والدي كانوا حذرني حذرني فما الأرضية مهاش موضوع جديد علاقة شخصية معنى الذاتية يعني ويلدك في اللواعي متاعك موجود أهم الأقوى أقوى عديد هو العامل الفني أو الرداء الفني لما الفكرة لبسوها الرداء الفني فيلم ولا غنية ولا شعر تصبح قادرة على النفاذ إلى أعمق إلى عمق العمق إلى الروح قادرة أنها تمس الروح هذيك السحر وقت اللي تتمس الروح يصير تغيير أكثر من العقل العقل المسكين محدود الذكاء ودرشروع محدود والدليل أنا مثلاً في مسألة العلوم الطالب اللي يقرأ علوم في تونس الأسف يعني كي تمشي تقرأ المواد برشا ما يلقيش وقت الطالب اللي يقرأ علوم بش يمشي تنفس يتفارش في مسرحية ولا يحضر حلقة نقاش ولا غيره فيبقى محصور في العالم هذيك أنتع العلوم من يجبش يفكر يصبح آلاء وبالتالي الاختراق متاعه سهل سهل يكون هش هش وذك اللي صار ما فيمش تحصين ما فيمش تحصين ما فيمش قدر على أنه يفكر وحده جورج أرويل يقول إذا ما تعرفش تكتب بالجداء ما تعرفش تفكر بالجداء وإذا ما تعرفش تفكر بالجداء يجيش كون يفكر في بلاستك ويهز كون يحبه وذي اللي صار يعني خاصة في الدواعش وغيرهم اللي صار في تونس يعني نسبة كبيرة جداً من الطلبة اللي قروه شعب علمية هم اللي مشوا فالشعب يعني الأدبية وغيرها مهمة جداً مش تحضر ذلك التوازن الزوز مهمين مش تحضر ذلك التوازن هذاك مهمة جداً مش تخلي الروح متحضرة لكل رسالة جيها كل صورة شعرية جيها تتغذى منها تحمي روحة تحمي روحة وتتغذى منها نحل القوس آخر وقت اللي واقع اكتشاف أستراليا في القرن الثامن عشر الانجليز مشوا غادي وهزوا معهم علماء في الانتروبولوجيا مشوا درسوا هالشعب هذي اللي هم ليزابوريجين فما واحد يتبع في مجموعة من ليزابوريجين يمشوا 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 يوقفوا بعد يمشوا يرتاحوا أم مامش تعبين مامش يعاني يمشوا ما وصلوا ماボلهم قالوا لهم لنستنوا في رواحنا لأنو الروح لسعاتك تشوف مشهد جميل تبقى حالقى غادي يجب أن نستنوها لكي ترجع للجسد، سنوالجسد بلش روح رواح حاجة هنا أهمية الفنون، ساعات غناية، ساعات فيلم، ساعات واحد يخلي الروح متعك يسكنك غناية، ساعات فيلم، ولا تسكنك، ولا رواية، تغذي الروح متعك ترفيلك روح وفما يمام مواضيع متع أفلام اللي تحكي عليك وتلقى روحك أنت فيها بالضبط، وتعبر عليك، فما حاجة تشبه أنت كنت غير قادرة أنك تلقى الكلمات، هو لقاها كما بالضبط ولا إجابة على التساؤل تطرح فيه وتسأل تلقى الإجابة كي نختم المحور بمحور، ليس بعيد عليك نحكيه عن سينما كي نسألو، وأنت ديما نرجعو أنه ستة وتسعين كان اللقاء الأول مع الفيفاك مع السينمائيين، مع كل نقاشات بالتالي، ولدت السينماي اللي داخلك اللي يطرح تساؤل كذلك ويحلل ويفسر ويتناقش نحن نبحث عن كلمة، هي عنوان فيلم تتألف من سبع حروف جنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير هو فيلم كان خرج عام 1972 بطولة محسنة توفيق قامت بدور باهية العصفور صلاح قافيل العصفور محمود الميليجي يوسف شاهد العصفور أول مرة نتفرج في فيلم ونبكي في سلت السينما لأنه لما يوصل إنسان يبكي يتأثر بعمل فني درجة نتعنضج درجة نتعنضج شو اللي يبكيك العصفور؟ البكاني خستن وقت اللي هي خرجت ويقول حنحارب حنحارب وقت اللي جمال عبد الناصر أعلم استيقاط وخرج الشعب يقولوا لا تعرف تفرج فيه في دفة القافة ابن خلدون وقتها أنا كنت طالب ونسكن في لفايات وناكل في متعمة الجامعة ابن خلدون كانت عندهم حسة انتع السينما يسموها لغة تخباش حس التدارك يجيبوا فيها أفلام قديمة اللي ما خلطش عليها المخلطش عليها بالضبط ففرجت في العصفور وقتها وقاعة فيها أربعة من الناس متباعدين هكا كانوا على ذنبتنا ونتفكر لقتها ذي كأول مرة ودخلت بعض يروا كيفاش معاك الموروث الذكوري نتاعك فيش راجل وتبكي الميبكيش هو المش راجل الميبكيش هو مزيل مكتملش مزيل الغالب هكا الكليشيين تعالى تبكي معناها حاجة معناها مازلت حي تبكي معناها راك قادر انه الجمال يأثر فيك نهما كان السبب يعني اللي بكيك لكن دليل علي انت مازالت المكيش لدينا اللي فيك هذا الجسد تخدم وقتلي ما تبكيش شور مشكلة وقتلي نشوفوا الصور الشوفاتة عشر سنين في غزة ما نبكوش غادي فينا مشكلة غادي فينا مشكلة السينما عالم مقريب لك برشا وانتي عندك اصدقائك ونشط فيه في تونس مرجعيتك عندك سينمائيين تنجم تدخل لفلام بتاعهم وتتأثر وتبكي وينجم حتى استفزاز معنا يستفزوك يحيرو فيك برشا اسألة فيما برشا جيل تاع بانظفرين انا عام ثمانية وتسعين عملت صورت فيلي صورت فيلي بوقت اخذي الجائزة الاولى في المسابقة الوطنية اسمه ماي ثمانية وتسعين خاطر صورته في ماي ثمانية وتسعين وهو اشارة إلى ماي ثمانية وستين كتسعى المقلوبة هذيك وقت عد لما تصور انتي فيلم تولي عندك اكثر قدرة شوية هك من انك تحلل كيتفرش في فيلم يعني تولي تتخيل الزوية اللي تصوير منين وتفهم علاش صور عمل اللي بلو هذي قبل الاخر قطر في التركيب مثلا كي تبدأ تركب ريت لقطة من هنا تركبها قبل ولا بعد تتبدل المعنى الكل تتبدل المعنى الكل يقول والصمت هذيك اللي في بعض الاحيين تخليه هذيك هو معنى في حد ذاته يقول كوكتو يظهر للسينمائي الفيرانس يقول من المعنى، هذي كشنا بالانتحر التاريخ انتو انتوغن انتSOISي منزول انتواهم انتوغن انتواهم انتوغن وننويرا فكرو في فيلم نكتبو فيلم أخرا نساورو فيلم ثائل ان ركبو فيلم رابع ولنشيشوفو فيلم خامس خاتر كل واحد مرجعتو كل واحد حالتو نفسي يا وقتا كل واحد من المخرجين الاكيد نوري بوزيد مثلا ناصر خمير في الوثائقي بن عمار يشام بن عمار يشام بن عمار في الشباب عبدالله يحيى وعبدالله شامخ زوز لعبداللهات هم عملوا حاجات خارقة لعادة برغم اللي هم التووا على الصعيد الهك الإعلامي ماخذوش الحظ ولكن هم قاعدين يخدموا يكونوا زادة في الجيل جديد عبدالله شامخ مثلا عمل فيلم على الغابة في في كوديوار خذها جواز عالمية برشا أكثر من 17 جيزة عالمية خذها ويخدم على مشروع آخر عظيم جدا عليا سليم الحقيقة بن هنية كاثر بن هنية كانت في النادي السينما نتاعنا في طار حدد كانت معانا وقتها يعني فهم الشباب قاعدين يخدموا لأنه سهلت شوي نسبين الأمور توا يعني البوجي ولنا نجمو نعمل فيلم بي يعني ميزانية مش كبيرة برشا طول نحكي لك عليهم مثلا عبدالله يحيا عمل لفلام يعني ببعض المئات من الدنانير فهمت مش بالملايين ولا غيرها السينما في تونس مناش موش نقولوا لي عنا سينما تونسية عندها خصوصية هذا يا أكيد يعني أنتي تتفق مع أنه من قلوش السينما تونسي نقولوا أفلام تونسي أفلام تونسي بالضبط أنتي مع الفكرة هذي بالضبط مش كما المسرح مثلا في المسرح أنا متميزين في العالم العربي متميزين يعني في العالم زي ده مثلا حياته طفيق جبالي والجعايبي وحتى شبيب اللي جون بعدهم الكل يعني فما خصوصية تونسية فما عمق فما جرأة في السينما أقل عليش معني خللي يسمع يفهم عليش فما شكون من النقاد ومن السينما يعني يقول لك إحنا لما نحكيوش على سينما تونسي لأنه فما أسباب نحكيو على أفلام تونسي أنتي من الصوت هذي ومن راية هذي أعطيني الأسباب اللي من نجموش ونقلوه سينما تونسي توا أنتي تنتج يعني نحكي لك مثلا في التسعينات حتى الألفين نجو في خمسة فليم طويلة في العام راه أسكب خمسة فليم طويلة في العام نجمو نحكو على مصر تنتج في مئة وعشرين فين في العام فأولا الكم والمكينة معني ش مكينة كبيرة أنت عنتاش تواب دينا كنفوتوا في عشرة فليم خمسة شم فين في العام يهو شوي بالكل ما تنجمش تحكي على توجه فني موعين ما تنجمش معني ش مكينة كبيرة يعني نحن قبل كانت عنا حاجة اسمها الساك باك في قمرت بورجيبة عملها لأنه كان مستنير الراجل يعرف قيمة التصوير في الستينات عملنا قانون وقوانين نتنظم السينما كصيناعة بالضبط بعد رجعنا لأنه للأسف من وقت نظام بن علي وهذه حقيقة يعني تاريخية ما فياش حتى واحنا راجعين بالتوالي في السينما نحتيك مثال حي به جامعتنا ودي السينما حتى السبعة وثماني عنا أكثر من خمسين ألف مخرط تعرف ما معنا خمسين ألف خمسين ألف مخرط معنا خمسين ألف بشر يتفرج في أفلام نوعي فيلم دوتور يناقش يفكر ويختلف ويقبل الاختلاف ويخرج لعائلت ويؤثر في عائلت ويؤثر في حومت ويؤثر مية وسبعة وعشرين نادي سينما في تونس منهم زوز كراهب يمشيوا للقراء أنا شخصيا متأكد اللي البذرة لولا زرعوها فيي نادي سينما قابس خطر وقت لي عمري ستة سنين كنت نسكن في قرية بعد قابس اسمها شنتش عنا بطحة كان وجوج ما يعرضونا يعرضو أفلام وكلنا شنعرفون بيجول أمن الفينومان نتقربوا للي نحب ونمسوا على الحيط هما تصور أنتي واجه بيكبر الحيط لكل وكل أمبيهار كيف هو نتفرجوا في المكينة من نتخرج في أنا متأكد للبذرة لولا زرعت لي وقت بيه الخمسين ألف هدايا والمئة وسبع وعشرين نادي مغير الجامعة تونسية السين والهواترة وكيفها تقريبا العدد كيف كيف بك جاسي بن علي عام سبع وثمانين ما يساعدوش هذا الفضان تعني قاش وحريات بدي يسكر بدي يسكر في النوادي بدي يسكر في النوادي يسكر سكر ويضايق الفين وخمسة قداش عنا من نادي ستة نوادي من مئة وسبع وعشرين وصلنا ستة نوادي رعوا عمدة وصلوا يسكر نادي سينما باي الفين وخمسة شنو صار مش كارتوش في سليمانة وقتا ما فهموا قال لي كالخمسين ألف اللي شردوهم عملوا فراغ تعبّلهم بحاجة أخرى وقتا عايتنا الباستي عبدالروف الباستي وقتا وزير هو مسرحي بالأساس مسرحي وله وراجل عظيمة ذاك أنا وقتا في المكتب الجامعي تا جامعة تونسية والسين ما حضرنا في الاجتماع كانوا نحينا لمنحة السنوية هم قال لنا رانا بش راجعوا لكم من الحسنوية بش نزيدوكم أكثر من هكا كي تعملوا تظاهرة ولا تعملوا أيام سينمائية والتربص قولوا لي أبعثونا جيبونا دو في ونعاونوكم وفعلا صار هكا كلونا عملوا تظاهرة جديدة ولا مهرجانية لكن بعد فوات الأوانك الخمسين ألف هذوكم اللي انتي شردتهم تعبولك بحاجات أخرين طاحن مستوى الثقافي وقعدنا التوى نتيجة متاع ونعاود لأن حتى بعد الثورة ما تدركنيش بعد الثورة نجو نبنو مدينة الثقافة هاي المشروع قبل الثورة بدي مئة وخمسين مليار يا عبي مئة وخمسين مليار في محمد الخامس هل احنا محتاجين في تونس العاصمة قاعة كبيرة بش نعملوا وكان عملنا قاعة كبيرة بش نفوتوا الجمال تعال مسرح البلدي هزا الفو مئتين حالنا قاعات خاصة المسرح البلدي ما نش محتاجين ونشدنا المئة وخمسين مليار هذو نقسمهم عليه مئتين وسبعين دار ثقافة في الجمهورية ميزانية تاحمة نعود ونهيئهم ومميزانياتهم بين 12 و 15 مليون في العام 15 مليون في العام شو نجم لي حال شاي ونقسمهم علينا تعرف كده شطل على الحسبة 550 مليون نقسمهم على 10 سنة 55 مليون يعني دار ثقافة اللي في الريف اللي كان عندها 14 مليون في العام والي عندها 550 مليون في العام على 10 سنة خمسة وخمسة مليون في العالم على عشرة سنية تي بدلوا شعب جديد هذو يبدلوا لك شعب جديد هذوما عنها علاش مشوه هما للدواعش ومشوه فما كل هشاشة هذيكه وما فما يش يكون يوجههم يجيه امام يلعب عليك الجانب هذاكه وزيد يعطيه شوية فلوس سايه يلقوا روحوا في سوريا ونبقوا نعانوا واحنا بش نعودوا ونبقوا وقعدين نعانوا ياسر انا بش نختمو احنا لهالبودكاست اما انا نحب نقول لك برشة شكر وبرشة محبة على خاطرك تحب البلاد هذية الوطن هذية اللي نشتركه واكيد في وطن اكبر مع الانسانية لانك تمشي وتمشي للصغيرات تحمي فيهم تعود فيهم على انهم يسمعوا الموسيقى بيش تحمي جيل وكيد فما كيفك وتحية لكم لكل انا حبيت من خلال الحصة هذية نشكرك نختم بحاجة واحدة في الموضوع هذا لانو موضوع مهم جدا وانا وانا عملت عرض ان شاء الله هيشوف النور اسمه الى مجدها نحكي في قصة الحب نتاعي لتونس نحكي نحكي على تونس في حالاتها الكل ما نشي نزين فيها لك 2013 قلت لك مشيت لامريكا فما عندي صديقة دي امريكي نعرفه بعضها من قبل المهرجان اقترح علي اني نقعد نقري الخط العربي في مركز الفنون الاسلامي قلت له انا جربت مارتيني قبله وانا نجمت وانا نجمت وانا نحب هالبلاد هذي ما نوعدك حد شيء وقت 2013 بعد ما اغتيال شكري بالعيد وانا موجوع ومشيت وبعد وانا وبيني وبين روحي قلت توا انا مش نسيب تونس في الوقت هذا بالذات وباش نبقى في امريكا ونبدأ ندخل في برشة فلوس ما عايش يبدأ عندي معنى معنى وجودي ما عايش يبدأ عندي معنى للوجود المعنى انتاعي هو الهناء في هالبلاد هذي المستحيل حقتني في هالصغيرات اللي ما عندهم مش حد شيء مش نمشي هنا كل مرة نحاول ناثر في واحد منهم ما قاعد في امريكا ندخل في الفلوس ما متأكد لي انا باش نكون حزين خاطر فقط المعنى وجبت الفلوس وجربتها تجربة هذي وين يبدأ عندي فلوس وما بداش عندي معنى نبدأ حزين فهذي حربنا هذي بلدنا الوحيدة تونسرا معناش بلد اخرى والعركة هذي اللي قاعدين عملوا فيها كل واحد في الميدان تاعه باش نخلوها اجمل هذي المعنى تونسرا معناش بلد اخرى والعركة ه انت حياتنا وذي دينا مو الحقيقي انت حيات حبوها بطبيعة ماهما كانت الانظمة السياسية اللي جدت فيها هذي كتونس الدولة ما نحكوش عليه احنا حكو على تونس الوطن كل واحد فينا يعمل اللي نجم في ميدان وانا في الثقافة كي نجم ان نكون نلعب دور وزير الثقافة ولمشي للبلايس كي كي نجم نعمل هذيك متعة كبيرة ليه وهذيك المعنى لو صنص المعنى تاع الوجود انتالي. محليش من هكا نختمو بها لقانا اليوم في كلمات متقاطعة شكرا ليك يا سيد جراد شكرا. شكرا على الاستضافة وشكرا عنها القاعدة القيمة حقيقة. يا عيشك شكرا ليك.